اشتركوا في القناة في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ارضية ملعب خص زورية لحساب الجولة الثامنة والعشرين من المصابقة وعرفت الموجهة مشاركة المدافع المغربية جواد الياميق منذ البداية في تشكيلة بلد الوليد فيما سجل حارس المرمى ياسينبونو والزميله يوسف انصيري حضورهما كأساسيين مع اشبيليا وجلوس مواطنهما منير الحداد على مقاعد البودلاء وقدم بلد الوليد شوطا جيدا خدمه بتسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء عن طريق الشيلية فابيان اوريانا في الدقيقة الرابعة والاربعين وحاول اشبيليا العودة في اجواء المباراة مع انطلاق الشوط الثاني لانه لم ينجح في التسبب بمشاكل للدفاع بلد الوليد واجرى لوبيتيغي عدة تغييرات لتحسين الاداء الهجومية لشبيليا وكان الهولندية لوك ديونغ صاحب الفرصة الاخطر بكرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة الخامسة والسبعين ثم تواصل ضغط الاندلسيين لتعديل الكفة حتى اللحظات الاخيرة حين صعد الحارس المغربية ياسين بونو ليفعل ما عجز عنه المهاجمون بتسجيل هدف قاتل في الدقيقة الرابعة والتسعين وبهذا الهدف دخل حارس المنتخب المغربية ياسين بونو تاريخ نادي شبيليا خاصة بعد تسجيله الهدف في اخر دقيقة في عمر المباراة